الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى سنقدم شرح لمقرر تقييم وتشخيص صعوبات التعلم وهو من مقررات المستوى السابع لطلاب بكالوريس التربية الخاصة مسار صعوبات التعلم ويحتوي الشرح على شرح تسع وحدات تتناول مقدمة في تقييم وتشخيص صعوبات التعلم وأساليبها وتقييم وتشخيص الصعوبات النمائية والأكاديمية ونبدأ مع الوحدة الأولى بعنوان مقدمة عامة في تقييم وتشخيص صعوبات التعلم مع الدرس الأول مفهوم القياس والتشخيص طبعا موضوع القياس والتشخيص في التربية وعلم النفس بشكل عام وفي التربية الخاصة بشكل خاص يعتبر حجر الزاوية الأساسي في التعرف إلى فئات الأطفال ذوي الإعاقة وتشخيصهم والتي تحتاج إلى أدوات القياس والتشخيص المناسبة لكل فئة حيث يصعب على واضع البرامج التربوية أن يوجه تلك الفئات ويحولها للمكان المناسب لها أو أن يصمم البرامج التربوية المناسبة لها ومن ثم تقييمها للتعرف إلى مدى فعاليتها الآن لو دخلنا وتحدثنا عن بعض المفاهيم الأساسية في القياس والتقييم ونبدأ في مفهوم القياس القياس هو عملية تعيين دليل عدد أو كمي للشيء الذي نتفحصه فعندما مثلا يريد شخص معرفة وزنه فإنه يلجأ إلى أحد مقيس الوزن الذي يعطي رقما لذلك الثقل الواقع عليه أو عندما يريد أحدنا معرفة طوله فإنه يقيس هذه السمى بأداة قياس الطول ليحكم فيما بعد على أن طوله 170 أو 180 مثلا إن عبارة ثقيل أو ضعيف أو طويل أو قصير لا تعني الشيء الكثير في لغة القياس لكن إكساب صفة الوزن أو الطول المعنى الكمي هو الذي يعطيها المعنى الدقيق والتي على ضوئها يلجأ الفرد إلى برنامج غذاء معين لزيادة وزنه أو للبس حذاء عالي أو منخفض كي يبدو طوله جميلا أو مناسبا مثلا إذن الآن ظهرت تعريفات وتفسيرات متعددة لمفهوم القياس تجمع على تمثيل الصفة أو موضوع القياس بطريقة كمية أو رقمية لو انتقلنا الآن إلى مفهوم آخر ألا وهو مفهوم التشخيص نقول لقد ظهرت تعريفات تفسيرات متعددة كذلك لمفهوم التشخيص ولكنها تجمع على تفسيرات إجرائية تتمثل في إصدار حكم على ظاهرة أو موضوع ما بعد قياسها وفق معايير خاصة بتلك الظاهرة أو بتلك السمة المقاسة وهو مصطلح مستعار من العلوم الطبية ويستخدم بشكل خاص في ميدان التربية الخاصة لأغراض الحكم على السلوك وفي التربية الخاصة أمثلة متعددة على عملية التقييم أو التشخيص فمثلا يصنف الأفراد إلى موهوبين أو عاديين أو معاقين عقليا بناء على نسب ذكاؤهم كما يصنف الأفراد إلى عاديين أو معاقين سمعيا بناء على عدد وحدات الدسابر المقاسة لديهم كما يصنف الأفراد إلى عاديين أو ذوي صعوبات تعلم بناء على أدائهم على المقاييس الخاصة بصعوبات التعلم الآن لو انتقلنا وتكلمنا عن مستويات القياس للقياس أربع مستويات تختلف فيما بينها في الغاية والاستخدام ونلخصها الآن بما يلي أول شيء القياس الإسمي ونقول عنه أيضا القياس التصنيفي هذا القياس أعد لغايات التصنيف كأن نصنف الجنس إلى ذكر أو أنثى وهذا المستوى لا يوجد له أي مدلول كمي ويمكن فيه استخدام إحصائيات قليلة مثل معرفة الأعداد أو النسب المؤوية اثنين القياس الرتبي وهنا يوجد ترتيب إما تصاعدي أو تنازلي لكنه لا يعطي الفروق وإحصائيات هذا المستوى أيضا بسيطة فيمكن من خلالها حساب الوسيط والرتبة المئينية وفي مستوى القياس الرتبي والقياس الإسمي لا توجد نقطة بداية يعني بمعنى أنه لا يوجد صفر مطلق أو افتراضي القياس الثالث ألا وهو القياس الفئوي وهذا القياس يتميز عن غيره بوجود الصفر الافتراضي والذي لا يعني انعدام السمة كما أن فترات هذا القياس متساوية يعني عشرة، عشرين، ثلاثين، أربعين، خمسين وهكذا وآخر مستوى مستويات القياس ألا وهو القياس النسبي وهو أرقى أنواع المقاييس والصفر في هذا القياس هو صفر حقيقي أي يعني انعدام السمة مثل الطول والوزن ودرجة الحرارة اشتركوا في القناة